هذا الفيديو لشاب هو ليس ترويجا للفن التجسيدي أو الرقص التعبيري بل هو لشاب عراقي فنان مسرحي يحتفي ويعبر في رقصته تلك عن شفائه من مرض السرطان محمد روايد الذهبي وهو مثل مسرحي تشكيلي يعتمد في فنه على حركة جسده وأدائه وهو أيضا طالب في كلية الفنون الجميلة قسم الموسيقى ظهر في أكثر من فيلم وعمل فني ومسرحي محمد الذهبي عانى لفترة عام ونصف من تورم في ساقه لم يعرف طبيعته رغم الكثير من العلاجات والزيارات المتكررة للمستشفيات في العراق لكنه اكتشف بعد رحلة عام ونصف من المعاناة أنه يعاني من سرطان العظام طرق المعالجات تتم بمرحلتين أساسية في العلاج وهي المعجلة الخطي جهاز الإشعاع العلاج بكبسولة الإيودين المشاء أو العلاج الكيميائي في الحالات المتقدمة يتم استئصال الجزء المسارطا وهنا قيل لمحمد أنه يجب أن تبتر ساقه على الأقل كي ينجو بحياته الذهبي يقول أنه انتصر على المرض طبعا بالعلاجات الكيميائية ولكنه لم يكتفي بالعلاج الطبي حيث كان هناك لديه إيمان ما استمر بالبحث عن علاج يقول أنه كان وصفته الخاصة للانتصار على المرض ذلك بتجاهل المأساة والاستماع للموسيقى والاستمرار بالتمر على الرقص التجسيدي مستخدما تطوير مهاراته في الرقص والرسم ورغم أنه كان تحت تأثير العلاج وأن الشاب العشريني كان يظن أن المشاهد التي قد تكون المشاهد الأخيرة لرؤية جسده كاملا إلا أنه لم توقف وصور إعلانات تعكس تجربة مريض السرطان معنا بغداد الفنان المسرحي التشكيلي والناجي من مرض السرطان محمد الذهبي مرحبا بك محمد أنت في لحظة من اللحظات في قصة شفائك والحمد الله على سلامتك كنت اعتمدت على الرقص أو ما تعرفه من المهارات ما الذي جعلك تعتمد ذلك بالإضافة إلى العلاجات مساء الأمان عليكم صراحة من اكتشفت أنه عندي كانسر قررت أنه لازم أغير طبيعة العالم الذي سأعيشه الذي هو عالم العلاج والكيميائي وهذه التفاصيل فكون أنه أنا موهوب وعندي مواهب قررت أستغل هذا الوقت أهم يعني أطور مواهبي وإلى الفن يأخذنا بعالم آخر يعني عالم مليء بالأمل فبديت أطور بمهاراتي أتمرا على الرقص التعبيري وأتمرا على الموسيقى وأتمرا على الرسم كذلك وأثناء فترة العلاج أنجزت إعلان سينمائي وكتبت بعض الأشياء المسرحية أيضا لكن محمد أنا سمعت بأنك تحاول الآن عكس هذه التجربة على مرضى سرطان في العراق كيف يمكن ذلك؟ نعم نعم بعد ما انتصارت على هذا المرض الخبيث قررت عكس هذه التجربة والآن في طور تأسيس منظمة لدعم أصدقائي محاربين السرطان أكون هذه المنظمة والآن أنا اتصلت بأساتذة للموسيقى وأساتذة للرسم وأساتذة للسينما كذلك وأساتذة للغات كذلك والتنمية البشرية وللإعلام بالتعاون مع أستاذ فلاح الذهبي فقرروا أنهم يدعموني بكل طريقة قالوا أنت عليك أنه تسعة أتأسس ونحن ندعمك وأنا أصلا عندي جماعة محاربين السرطان وسؤلفت لهم الموضوع فهذا أريد أعكس هذه التجربة على محاربين السرطان هل هذه التجربة يمكن برأيك أن تنجح فيها كونك مرضت بهذه التجربة أن هناك تحديات ربما لأن مرض السرطان منتشب بأعراق بشكل كبير وقد تكون حالاتهم مختلفة عن حالاتك طبعا طبعا اليوم مثل ما حشيتها بأكثر من اللقاء سابق الإنسان من هو يريد يصنع المستحيل من أني اليوم أريد أنتصر سأنتصر تبقى العلاج فتشي أساسي ولكن العامل النفسي هو المصدر الأساس بالانتصار كنا نعرف أن الفن مصدر للسعادة وقلت ياخذنا لغير عالم سأحكس هذه التجربة أكتشف أن الشباب الذين سأجمعهم محاربين السرطان يأما أنمي مواهبهم يأما أضيف موهبة جديدة لحياتهم أو هواية يستخدموها في فترة العلاج الناجب المرضى السرطان والفنان العراقي شكرا جزيلا لك شكرا لمشاهدتك سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها شكرا